اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شركائنا في الفيسبوب برشا برشا برشلونة نيوز وإبداع الملاعب وشاركنا الحصري في انستغرام برشا جروب حلقة اليوم بعد فوز برشلونة على إسبانيول الفوز اللي صار معتاد رغم أنه يسمى ديربي لكن بالسنوات الأخيرة أصبحنا متعاودين أنه برشلونة يفوز ممكن مفاجأة أو مفاجأتين ينتهوا بالتعادل هذا الفوز كان متوقع وتحقق الشيء المهم بهذا الفوز أنه ريا مدريد ما هزم ليفانتي وتعثر ببلعب شكل مفاجأة وبالتالي الثلاث نقاط فعليا صاروا خمسة اليوم هذا الفوز أعطى برشلونة الدافع كبير أعطى فالفيردي ثقة أهدى الأمور بعد السوبر السيء بعد الصيف السيء اللي كان عايشه برشلونة الأمور بدأت تهدى بدأت تركز كل قدم بدأت الأمل يرجع وهذا الشيء مهم جدا وهذا التفاؤل مهم جدا وبالتالي البداية اللي قطع حبر شلونة حتى اليوم مهم جدا لأنها عالجت الماضي أكثر من أنها عالجت اللي جاي حاليا لكن أعطت الفريق وقت أنه يرجع يفكر يرجع يتحد ويفكر في اللي جاي بداية اللقاء كانت بخطة متوقعة وبتشكيلة متوقعة يعني الخطة كانت ما بين 4-3-4-2 شوفنا كان ديولوبيو بعض الأحيان متحول لجرح يمين وبخط الوسط بتصير 4-4-2 وبعض الأحيان كانت تاخد شكل 4-3-3 ميسي وأمام موسواريز ديولوبيو هذا الشكل لكن بالأسماء أيضا كانت متوقعة كان صعب جدا نتصور ديمبلي بدأ اللقاء اليوم وهو اللي ما تدرب تماما مع دورتموند منذ رحيل نايمار كان صعب جدا نشوف حتى باوليني يلعب أو أي لعب آخر كان بين أنه التشكيلة هي لازمة تكون هيك وبالتالي فالفردي لعب بالتشكيلة الواقعية برشلونة طول اللقاء كان عنده هدف واضح الي هو لازم الكرة تضل بسيطرته قدر يوصل الاستحوار لدقائق معينة لـ 75-76 ممية وهذا الشي مهم جدا برشلونة كان عم بحاول يقتناقل الكرة بشكل صح ممكن أبطأ شوي من المطلوب لكنه كان هذا الأساس الأساس إنها تضلها الكرة معاه لأنه طول ما هي الكرة معا الفريق عم بحاول ياخد شكل جديد دور جديد لميسي دور جديد لسواريز وبالتالي مهم جدا ضلها الكرة معك بشان ما تكون مهدد إنها تنقضع منك وبالتالي كانت المخاطرة في التمرير الأقل وهذا الشي اللي عكسه في نسبة الاستحوال وعكسة أيضا إنه المرتدات لإسبانيول كانت قليلة يعني هجمات إسبانيول اللي إجت تماما جاءت من كرات السلامة إسبانيول ونطلع فيه صعب فيها صعود طبيعي من الأمور اللي شفناها أيضا اليوم الصعود بالكرة عند برشلونة ما زال فيه مشكلة معينة ما زال الفريق لما يضغط عليه عم بتحس إنه اللعبين إما بيرتبكوا أو بيعرفوا شي يعملوا وهذا الشيء في موسم الماضي كان يظهر ببعض المباريات اللي فوز فيها برشلونة ولكن خارج ملعبه لما ظهرت ظهرت معها أهداف زي مباريات سلتافيجو وأي مباريات أخرى برشلونة نخسر فيها لقات الآن واضح أنه الفريق هذي المرة أحسن من الموسم الماضي أنه عنه عم بيتمركز صح لما يحاول يصعد بالكرة عم نشوف الأظهر بتوقف صح لعبين الوسط بيرجعوا لكن لعب أو لعبين بيترددوا وممكن شتيجين موقف على الكرة أكثر من اللازم أو أم تيتي موقف على الكرة أكثر من اللازم هذي الوقفة لحظة لحطين بتخربط كل الأمور وتساعد الخصم أن يصعد ويقدر يسكر المنافذ حتى لللاعب اللي بيحاول يرجع من خط الوسط إذن هي مسألت شغل مسألت اعتياد لكن بنفس ما أنه في هون شيء سيء من الصعود من خط الدفاع أيضا في شيء إيجابي أول ما تقطع الكرة من برشلونة عم نشوف ارتداد أحسن بكثير عم نشوف حتى ديولوفيو ميسي سواريز عم بيحاولوا على طول أول ما يشوفوا الكرة تقطع الكل عم بيحاول يرتد ويساهم لدوره في افتكاك الكرة وهذا أيضا ساهم بنسبة الاستحوال اللي شفناها وتكلمنا عنها قبل قليل ومن الأشياء اللي لازم نحكي عنها بلقاء اليوم إيفارا كيتش اللاعب اللي استعاد كثير من لياقته استعاد كثير من رغدته بهذا الموسم عم بينطلق بالكرة أكثر وواضح أنه تحرر أكثر من الموسم الماضي ما عاد مجرد لاعب ينقل كرة لاعب عم بيصعد بالكرة عم بيرقل بالكرة دوره الدفاعي عم بتحسن وبالتالي هذا من العلامات الإيجابية ببداية هذا الموسم الحفاظ على راكي حيكون كأنه ربع صفقة زيانة خير نحكي لو كان راكي 6 من 10 السنة الماضي ويصير 8 من 10 السنة هاي كأنه إضافة ونقلة للفريق بهذا الموسم وأي شي يتحسن على الموسم الماضي حيكون كويس للفريق سواء جوميز سواريز كل هذول اللاعبين أي واحد منهم ممكن يتحسن طبعا أقصد دينس سواريز أي واحد منهم ممكن يتحسن هذا الشي كويس والشي بساعد الفريق إنه يمشي الموسم حيكون طويل جدا ومزي ما تكلمنا عن راكي طبعا بالنسبة لدمبلي ما فيك داعي نتكلم نزل المبارة المحسومة كان ميسي يخلصها ليوني الميسي اللي أكيد هنتكلم عنه بنهاية الحلقة كان مقالها الأمور فبالتالي ما نحبش أحكم على اللاعب من أول مبارة أو تاني مبارة الأكيد إنه دينبلي عنده الجودة الأكيد الممكن ينقل الفريق في نقلة كبيرة الآن من الأسئلة المهمة للفريق شو لازم يعمل برشورنا سواريز يلعب بالشكل اللي شفنا اليوم وميسي يلعب بالشكل المهاجم الوهمي بدور معين وبعدين بتحول للقم عشرة بالأبداية وبالتالي أو إنه يرجع يلعب لما يرجع دينبلي وينسجم دينبلي يلعب يسار ميسي يلعب صانع علعابه بروع اليمين شوي وبكون سواريز مهاجم هذا السؤال اللي برشورنا الآن أنا أعتقد فيه مين أكثر فائدة تخسر سواريز زي اليوم لأنه مسألة سواريز على اليسار قتلة الجه اليسار تماما لأنه تماما نسي اللعب كجناح صح لعب جناح في الماضي لكن ما عنده القدرة الآن زي قبل ثلاث سنوات نتكلم عن اللاعب دخل بالثلاثينات وبالتالي هذي مسألة هل هي هذي أفضل أم الدور الحالي الشكل الحالي أفضل أم يروح دينبلي يسار هذي من المسائل اللي أعتقد حيظي يتفكر فيها أعتقد برشلونة أحسن شي يوصل له يلعب بهذا الشكل كل المبارات السهلة لأنه صعب ميسي يتراقب لكن المبارات الصعبة الفريق محتاج مهاجم بمنطقة الجزاء مهاجم يخطف الكرات لأنه ميسي ما هيكون بأرياحيتي اليوم ما هيكون دائما قادم من الخلف وما حدى مراقبه ممكن بعدين الفرق هاي تساعد أحسن من الإسبانيون وبالتالي ممكن الفريق لازم يتعود على الشكلين ديمبلي يسار ديمبلي يمين لأنه بيدر لعب على الجهتين وميسي خلف المهاجم بس مرة بيكون المساحة أمام المفتوحة بيقدر يسجل ومرة بتكون الأمام والويسوريز يبحث عنه وأيضا بيقدر بالتأكيد يسجل دائما لأنه ميسي بكل الأحوال بيسجل ليونيل ميسي اللي هو أخذ على عاطق انطلاقة هذا الموسم ومرة الماضية والأولى والثاني والثالث هو لينيل ميسي يعني خلينا نحكي لأنه ميسي عم بيشيل برشلونة حتى يرجع برشلونة باختصار مباراة اليوم بغض النظر أنه هدف الأول تسلل لكن حسمه في الموضوع واضح رغبته في اللعب واضحة وهذا الشي يعني بغض النظر وقعت وقيعز وقع عقده لما وقع عقده مش مهم لأنه المهم جدا أنه مش حابب يتكرر موسم السنة الماضية ومدام ميسي بعد بده هيك ميسي حيأخذ الفريق لأبعد ما يمكن يعني ميسي يمكن يجب لك الـ 85% من المطلوب منك لو أنه ميسي يكمل من دون إصابات في هذا المستوى بيظل الفريق يكمل وأي مدرب بيكون سعيد لما ميسي يكون سعيد هذه البداية ميسي شال فيها الفريق بس ميسي أكيد حييجي وقت مبارأة أو مبارتين ما يكون فيهم يوم وهذا الشيء الطبيعي حييجي وقت برشلوني محتاج يكون موجود مع ميسي الفريق عم بيحاول الفريق عم بيتحاون لكن لسا الأداء لازم يتحسن أكثر رتم الكرة الكرة عم تتناقل كويس لكن رتمها بعض الأحيان دي تسرع سواء من الخلف الأمام أو حتى في الأمام شوي بيدوا شغل هذا الموضوع وأنا موضوع بيدوا وقت كثير عشان يسجم الفريق الآن أهم التجربة حتيجي أمام يوفينتوس لأنه يوفينتوس حتى دفاعه يعني أنا من الناس تعرفين بيشجع يوفينتوس دفاعه مش من أحسن ما يكون هذا الموسم بدايته سيئة في مساحة كثيرة وبالتالي اختبار لبرشلوني أنه هل بيقدر يسجل أمام هذا الفريق الفريق طمعاً أكيد ليوفينتوس حيددافع أحسن أمام برشلوني أنه يدافع أمام كياب ولا كالياري ولا مين مكان وبالتالي اختبار جيد لبرشلوني اختبار مبكت مش مكلف جداً لأنه أتوقع شو ما صار بين الاثنين هو واحد منهم أول واحد ثاني وبالتالي دائماً فيه دور 16 وفيه إكمال في البطولة إذا نملخص المباراة برشل نستحوذ كويس ميسي موجود الفريق عم بيحاول يعطي عم بيعنده الروح وهذا الشي إيجابي الفريق أخذ فارق النقاط مهم مع ريال مدريد وهذا بكل اختصار بنوصل لنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا بحمل عوات موجود فيسبوك كتب إستجرام سناب شات وضروري تشتركوا بالقناة على اليوتيوب عشان دائماً بتنزل فيها الفيديوهات أسرع والسلام عليكم ورحمة الله